بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام 一أرجو لكم استمتو على ايه فايلة الميزة دي. وهي هتعرف على الفرق بينها وبين الشات العادي على تيلجرام. وليه تيلجرام بيستخدم نوعين من الشات على تطبيق بتاعه. في البداية ميزة هي ميزة طبعا موجودة في تيلجرام من فترة طويلة. والميزة دي بتوفر لنا او تشفير من الطرف للطرف. ولا يعتبر هو يعني اقوى تشفير في الوقت الحالي. بيستخدمه معظم التطبيقات زي تطبيق سيجنل زي تطبيق حتى اه واتساب. والنوع ده من التشفير بيضمن للمستخدم ان مفيش حد يقدر يعترض الرسالة الخاصة بيه. ومفيش حد هيقدر يعرف المحتوى بتاعها الا الطرف الاخر اللي تم ارسالها ليه. وده طبعا التشفير المستخدم على اه تطبيق سيجنل. التطبيق الشهير في اه حماية خصوص المستخدمين. هنا ممكن شخص يسأل سؤال مهم جدا هو ليه اه تطبيق تيلجرام مش بتستخدم تشفير الاند تو اند بشكل افتراضي على التطبيق بتاعه. ليه هو نوع التشفير اللي بيستخدمه الشهات العادي. خانون نقول في البداية ان لو تيلجرام استخدم تشفير اند تو اند هيكون عنده مشكلة في ازاي ان هو يقدر يعمل اه نسخة من الشهات بتاعك ويحتفظ بيها بحيس لو انت لقدر لافقدت الموبايل التطبيق اتمسح بالخطأ اي حصلت مشكلة ومحتاج انك توصل للشهات بتاعك ده من مكان اخر او من جهاز اخر. هنا عشان تطبيق تيلجرام يوفلك نسخة من الشهات بتاعك. هيضطر ان هو يعمل زي تطبيق مثلا زي الواتساب. اللي بيعمل نسخة غير مشفرة من الشهات بتاعك ويحتفظ بيها في خدمة سواء كونجل درايف او اي كلاود على الموبايلات الايفون. والنسخة دي من الشهات بتاعك بتكون غير مشفرة بيتم الاحتفاظ بيها بشكل يعني زي ما بيقوله شكل غير مشفر. وبالتالي اقدر الشخص عنده قدرة على الوصول الى الحساب او حتى الشركة نفسها ان هي تطلع على محتوى الرسائل الخاصة بك. ده اللي بيعمل بالزبط تطبيق وتسال ان هو بالفعل بيوفر لك لكن لما بتعمل نسخة احتياطية لاشهات بتاعك بيتم الاحتفاظ به بشكل غير مشفر. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا لان انت كده بالفعل حتى لو الشهات بتاعك سري على الموبايل بتاعك يقدر اي حد ان هو يوصل الى الحساب الاي كلاود بتاعك او حساب كوجل درايف او ان كان خدمة تخزين سحابة انت بتستخدمها ويوصل الى الشهات بتاعك ويبقى كده ما فيش اي فايدة منه. على العكس تطبيق تلجرون بيعمل حاجة مختلفة وهي ان بيوفر نوعين من الشهات اولا ان الشهات العادي ده اللي هو مجرد ان ده بتدخل الى شخص موجود عندك في قائمة الاصدقاء او في جهات الاتصال على التطبيق بعدك بتدخل لشخص ده بتبعات الورسائل ده الشهات العادي ده بيستخدم نوع من التشفير مقسم الى جزئين تشفير من الخادم الى العميل وتشفير من عميل الى عميل والطريقة دي فيه تشفير حاجة الى حاجة الاولى ان الشهات بتاعنا بيكون مشفر وحاجة التانية ان احنا بنقدر نحتفظ بنسخة من الشهات بتاعنا على الكلاود الخاصة بالتليجرون والنسخة دي بتكون مشفرة علي عكس الواتساب النسخة الاحتاطية من البلاد بتاعتنا بتكون اغير مشفرة لكن في الجرون طبعا حسب قائمة belly على التطبيق بيتم shortage مالش tales بيهاء بشكل مشفر، يبقى كده تطبيق بيستخدام الطريقة دي حل لمشكلة الاحتفاظ بالشات بتاعنا بشكل غير مشفر. كمان الطريقة لها حلت لنا مشكلة مهمة جدا وهي ان احنا نقدر نوصل الى شات بتاعنا بشكل كامل من اي جهاز. زي ما احنا عارفين نقدر احنا نستخدم حسابنا على تيلجرام من اندرويد من الايفون. نقدر نستخدمه من الويب من اي متصفح. نقدر كمان احنا ننزل برنامج تيلجرام على الكمبيوتر بتاعنا. ونستخدمه كله سهولة. ايا كأنه الجهاز اللي احنا بنستخدم التيلجرام من خلاله. هنلاقي عندنا نسخة كاملة من اشيات بتاعنا ومزمنة وقتية. اي حاجة بيتم اطفتها اي رسالة بتوصل لنا على مسلا اندرويد على ايفون بنلاقي ان الرسالة دي ظهرت على حسابنا على كل الاجهزة المختلفة. ده لان بيتم عمل مزمنة فورية لاشيات بتاعنا من خلال الكلاود الخاصة بتطبيق تيلجرام. وبقى كده احنا عملنا اشيات مشفر. وعملنا كمان النسخة الاحتياطية من بيانتك بشكل مجفر. هنا السؤال التالي ايه الفرق بين اشيات العادي وليه تيلجرام موفر خدمة اشيات المشفر. زي ما قلنا ان اشيات العادي بيوفر تشفير لكن مش بنفس قوة تشفير الانتو اند انكريبشن. كمان ارسال الخاصة بنا بيتمتخزنا على الكلاود او لاساحب الخاصة بتطبيق تيلجرام. وبالتالي ممكن لو مسلا شخص متهم في قضية مسلا وفي جهة حكومية بتحاول انها توصل الى اشيات الخاص به على تطبيق تيلجرام. هنا لو الجهة الحكومية دي قدمت طلب لتيلجرام تقدر ان هي ترغمه بشكل قانوني على تقديم نسخة من اشيات الخاص بالشخص ده المخزن على السحابة بتاعتها. طبعا حتى الان لم يحدث ان في جهة ارغامة تطبيق تيلجرام القائمة على تطبيق تيلجرام لتقديم نسخة من اشيات شخص معين. لكن ده ممكن. وفي الحالة دي تقدر جهة الحكومية انها توصل الى اشيات الخاص بالشخص لو كان اشيات ده اشيات عادي مش اللي بيستخدم عشان جدل التطبيق وفر الميزة دي وفر ان يكون عندك خيار اضافي لتشفير وفي الحالة دي مفيش اي شخص ولا حتى تطبيق نفسه هيقدر يوصل الى شات ده كل الرسال اللي احنا هنبعتها من خلال الشات السري هتكون مشفرة تماما مش هيقدر اي شخص ان هو يعرف محتوى الرسالة الا الشخص المرسل اللي الرسالة دي. يبقى اهم مميزات الشات السري ان هو بيوفنا مفيش اي حد يقدر يعترض الرسالة بتاعتنا ولا حتى تطبيق نفسه نقدر ان احنا نحدد مدة زمنية معينة تحذف الرسالة بعدها ما فيش حد يقدر يوصل الرسال دي الا من خلال الجهاز بتاعنا حتى لو شخص اخترق حسابنا على وفتح الحساب بتاعنا من جهاز اخر مش هيقدر يوصل الى السري الخاص بينا لانه مفيش اي امكانية لوصول الى السري الخاص بينا الا من خلال الجهاز اللي تم بدء الشات منه او الجهاز اللي احنا بنستخدمه لرسال الرسائل عبر السري. بالنسبة انا بقيب institutions نبدأ من اخر من الده بمان ما نقدرش نوصل الى العشاة السري الى من خلال الجهاز بتاعنا فلا قدر الله لو فقدنا الجهاز ده مش هنقدر نوصل الى محتوى العشاة السري مرة تانية مافيش نسخح احتياطية للشاة السري مكرر انت فقط الجهاز tanglines مش هتقدر توصل لالشات السري مرة تانية وبالتالي تكون لطنية الوحدة الوصول الى العشاة السري من خلال الجهاز فقط اللي تم منو بالمحدثة. طبعا دي مش عيوب حرفيا بقدرما هي اه وسائل اكتر للحماية والخصوصية. بكذا نكونательно خلال حاجات مهمة جدا على العرفنا الشهات العادي وايه نوع التشكيف اللي بيستخدمه وليه بيستخدم النوع دم التشفير. وعرفنا الشهات السري وليه بيستخدم وعرفنا موازات شهات السر ربا ينوبه. وكمان عمل ها مقارنة بين الشهات السري والشهات العادي في وعرفنا الفرق بين تشفير بيستخدم تطبيق وتشفير في تطبيقات تانية زي الواتساب وسيجنال. كده في فضل نحنا نتكلم عن ازاي نحنا نبدأ شات سري على تيليجرام وامتى هيكون مفيد ان احنا نستخدم الشات السري او الشات العادي. خلونا نبدأ اولا في الكلام عن ازاي نحنا نستخدم الشات السري على تيليجرام. هنبدأ دلونكتين نتعرف على طريق انشاء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام. هنو راح نفتح التطبيق بشكل عادي جدا. فهي كده عندنا الزر الالم الموجود في الاسفل ولكن احنا نغ tot عليه. جمعrak nicht shady jagen. wins cure او mhadesة سرية جديدة او قناة جديدة. هناك خوار محادثة سرية جديدة. بعد كده هنحدد قائمة الاتصال او الشخص او الصديق اللي احنا احنا عايزين نبدأ محادثة سرية معاه. وبعد كده هنغض على قائمة الاتصال دي. ضبع ان شايفين بدأنا دلوقتي محادثة سرية مع صديق لنا عبر تبيق تيلجرام. وهنلاحظ ان بجوار اسم الشخص موجود زر يشير الى ان الوحاد سريه محادثة سريئة. كمان عندنا هنا داخل الشات مجموعة من اه نقال عندنا ان المحادثات سريئة بستخدم تشفير اه عندنا النقطة التانية ان المحادثات دي لا يتم تخزينها في السرفرات او الخاصة بتيلجرام يعني مش يكون في من اه كمان عندنا ان احنا نقدر نفعل اه خاصية التدمير الذاتي لرسائل على الشات. واخيرا عندنا ان خيار التحويل لرسائل او اعمل لرسائل من شات السري غير متاح ماذا قدرش انك تعمل رسالة داخل الشات السري وتنشرها في مكان اخر. هل انتظرت نتعرف على خصائص الشات السري مسلا اه في بداية لو ضغطنا كوي كتبنا رسالة بشكلها طبعا عندنا مجموعة من خيارات نقدر نحددها من قيمة الاعدادات دي اول حقا عندنا خيار تعيين عداد للتدمير الذاتي. لو ضغطنا على الخيارات هل لاعز ان عندنا مجموعة من خيارات اه نقدر نختار مدة معينة بعدها الرسالة محازفها بشكل طلقائي. لو مسلا حددنا ان العداد اه تدمير الذاتي على خمس ثواني. لو كتبنا دلوقتي اي رسالة ليتأكد من انخيار التدمير الذاتي شغال. مسلا لو كتبنا وضغطنا على الرسال. هلنتظر خمس ثواني وهلنتظر ان الرسالة اختفت من الشات خالص. من عندنا ومن عند المرسل اليه زي ما احنا شايفين اختفت الرسالة. طبعا بيتم تفعيل الميزة دي فقط لما يتم عمل ريد لرسالة. لازم يكون الطرف الاخر بيستخدم التطبيق ويعمل سين لرسالة. بعد ما عمل سين والتطبيق يعرف ان هو شاف رسالة. بيكون في عداد لمدة خمس ثواني بعدها بيتم حزف الرسالة بشكل طلقائي. من الحاجات المهمة نعرفها برضو ان لو انت اخد او الطرف الاخر اخد من محاسها تطبيق تليجرام بيعرض رسالة للطرفين ان في احد المستخدمين عمل بتاعهم. مسلا عملنا تجربة للشات بتاعنا. عملنا زي ما نحن شايفين فورا زهر اشعار على بتاعنا ان تم تصوير شاشة وعمل للشات والرسالة دي بتظهر لدى الشخص اللي عمل وللطرف الاخر فلازم نكون عارفين النقطة دي طبعا في التحديثات الجديدة والمغاية اللي بتستخدم احداث نسخ من اندرويد. الميزة دي مش موجودة لو شخص حاول ان هو ياخد من الرسالة مش هيعرف. اخر النقطة ممكن نتكلم عنها في موضوع الشات السري ان لما بنحذف رسالة من الشات السري بيتم احذفها للطرفين وبيتم ازاليتها بشكل نهائي بكلا الرسالة كأن لم تكن لا هي موجودة عندنا ولا عند الطرف الاخر ولا حتى موجودة على استرفراض الخاصة بتطبيق تليجرام. بكلا نكون كذلك عن الشات السري اثناء ازاي نبدأ محاسة سرية على تطبيق تليجرام وابرز الخصائص نحن نستخدمها زي عدال التدمير الذاتي. بكلا يكون فضل ان احنا نتكلم عن انت نستخدم الشات السري وامت نستخدم الشات العادي. اولا في طبعا نفحة محادثات مع الاصدقاء والاهل وما الى ذلك. يفضل انت تستخدم تشفير عادي عشان تحتفظ بنسخة من البيانات بتاعتك والشاتت تاعك وتقدر في اي وقت اه توصل الى الشات ده من اي حساب. كمان ده قدر لا رفقة الموبايا بتاعك. تقدر انت تسجل اه مرة ثانية من موبايا الاخر. بحسابك على تليجرام وتوصل الى الشات الخاص بك. وهي تحتفظ بي على السحابة الخاصة بتليجرام. في حالك كنت بتشارك مجموعة من معلومات الحساسة مش عادل اي شخص او جهة توصل الى معلومات دي. وهي مفيش عندك مشكلة ان انت اه تفقل الوصول الى الشات ده في حالة فقط الموبايل. تقدر انك تستخدم الشات السري. وهي تستمتع بتشفير الاندو اند الويفور هنا تطبيق. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ولكن هنا حاجة مهمة جدا على تطبيق تليجرام وهي ميزة الشات السري. عرفنا الفرق بين ميزة الشات السري وشات العادي. التشفير بيستخدمه وشات العادي وشات السري وايه الفرق بينهم. وليه تطبيق تليجرام بيوفر نوعين مختلفين من الشات. اتعرفنا كمان على طريقة بدء محادثة سرية على تطبيق تليجرام. وتريق استخدام عدالة التتمير الذاتي لرسائل. واخيرا عرفنا إمتى نستخدم إشيات السري وإمتى نستخدم إشيات العالية تلك أن الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى رب الفيديو كون أفادكم لو أيا حدا عنده أستفصار عن الحلقة وردت في الفيديو سأبه لكم من تأسف الفيديو إن شاء الله قمنا نستفصاره منسوش تعملوننا شيئا للفيديو وإشتراك في القناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته